هنروح لكرة طائرة رجال كان عندنا مباراة مهمة مع قارون في ثمن نهاي كأس مصر المباراة لعبت في الفايوم على صالة أو ملعب قارون والحمد لله فوزنا بنتيجة 3-0 وتأهلنا لربع نهاي كأس مصر كرة طائرة رجال ماشية كويس عندنا أداء أحسن من كده خلينا نتكلم بمنطقية ووقعية ولكن هنلسة في بداية الموسم لسة ما حصلنا صليبتوفر وزا ما قلت لحضراتكم ان هدف كابتل محمد مصر الحميد هو اشراك اكبر عدد من اللعبين عشان الموسم ده طويل ولنفسه طويل ولعبته اكتر وسكوات بتاعه كويس لا طبعا اللقطات دي من صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك في الفوز اللي فوزنا فيه 3-0 وده في مرات الزهر في العودة الفريد ده فاز على الزمالك ايضا 3-1 الاهلي هيلعب في دور التمانية بإذن الله في الكأس مع كاسبان من الترسان ومصر البترول وطبعا من فاكر حضراتكم من فرقتنا كانت خلصت الدور التاني من الدوري وهي متصدرة بعد ما فازت كل المتشاط وكان اهمهم طبعا الفوز على نادي الزمالك ذهابا وقيابا وده حطنا على قمة المجموعة نتمنى ان شاء الله الفوز لكابتل محمد مصر الحميد ورجال المسترز عشان نرجع تاني او الدوري للدوري والكأس يرجعوا لمكانهم المفضل في نادي الأحلي